ثلاثة عقود من المعارك خاضها الدكتور إبراهيم مصطفى كامل نزل إلى أرض أكثر أعضاء نظام المخلوع شراسة وقرر المواجهة تلقى الدربة تلو الأخرى لكنه أبى أن ينسحب رحل من كانوا يهزمونه بأسلحة السياسة المحرمة دوليا فظن أن الساحة أصبحت نظيفة للمنافسة الشريفة لكن كان للمعارك عمر باق هذه المرة تسلح سعادة الدكتور إبراهيم كامل بالحقيقة وتكنولوجيا العصر وتقدم للقضاء المصري بأوراق ومستندات تثبت تزوير ما يقرب من تسعة ملايين صوت في الانتخابات الأخيرة كما وصفناها قنبلة قنبلة فجرناها في هذا البرنامج منذ أيام ينتظر التحقيق ونحن نلتقي اليوم مع الدكتور إبراهيم كامل نقلب معه ما تبقى من أسرار ظلت طويلا تحت الطولة وحان وقت خروجها للعيان أهلا وسهلا سعادة الدكتور أهلا بك يا دكتور حديث شرفتنا والحقيقة معركة عنيفة شرسة حضرتك بتاخدها الآن في الانتخابات بعد الثورة بعد تاريخ طويل من المعارك الشرسة التي كنت تاخدها أمام أعنف وأعتى رجال مبارك يعني حتى كنت بتترشح في الانتخابات أمام المرحوم كمال الشازلي وأحمد عز نعم يعني الاتنين يعني أمين الحزب الوطني يعني حضرتك زي ما بيقولوا في الأمثلة الشعبية نشنت فهي بقتها نشنت يا فالح بس نشنت لو حضرتك أنا يعني يبدولي أن حضرتك بنتي بتشرحي دلوقتي أولا أنا سعيدة أكون معاكي لأن كنتي كمان وراكي تاريخ كعلمية كلنا بنفتخر بي الله يخير وأنا سعيدة أكون معاكي في البرنامج شهر والحقيقة في حالتي أنا وأعتقد في حالة كتير بين الناس اللي وقفوا المبدأ هو تقوى الله في أنفسنا في مصر لأن بلدنا وهنتحاسب فيها ربنا عرض لنا لتولد هنا وبالتالي المعركة ترجمة نانسي قنقر